تعتبر برامج التوعية الإسلامية من أهم البرامج المقدمة للحجاج والتي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمزيد حول هذه البرامج ينضم لينا من هناك الزميل عبدالله آل شماخ أهلا بك عبدالله معنا كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك ما الجديد لديك حول هذه البرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية أهلا وسهلا بك زميلي محمد في البداية أقول كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير والعالم أجمع في هذا الحج الاستثنائي نتحدث وإياكم عن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هنا من هذه الغرفة وهذا الأستوديو الذي يتم فيه إلقاء العديد من المحاضرات التوعوية للحجاج والعديد من الندوات التي يقدمها رجال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الآن دعونا نتحدث مع أحد هؤلاء الدعاء الذين يقدمون المحاضرات للحجاج ليتم بثها في كافة الغرف للحجاج عبر هذه الشاشات كما نرى يأخذنا الزميل المصور بالصورة لنرى يتم بث هذه المحاضرات بهذا الشكل لكافة الحجاج على الشاشات في غرفهم الآن دعونا نتحدث بشكل أكبر عن هذه الخدمة والعديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة مع ضيفي الدعية فيصل العنزي أهلا وسهلا بك حدثنا وأنت تجلس هنا على هذه الطاولة وتقدم العديد من المحاضرات حدثنا عن هذه التقنية كيف بدأت الفكرة وما هي الخدمات التي تقدمها الوزارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله الحقيقة نحن هنا مع فريق من الدعاء التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية بتوجيه وتكليف من معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف للشيخ لتوجيه وإرشاد الحجاج لأمور دينهم وطريقة الحج الصحيحة وكذلك الإجابة على استفساراتهم يتم كما شاهدتم بث هذه البرامج وهذه المحاضرات والدروس والكلمات وجلسات إجابات الأسئلة على كل الغرف وتستقبل أيضا الأسئلة عن طريق مختصين من جميع غرف إسكان الحجاج تأتينا ونقرأها ونجيب عليها ويشاهدها الحجاج في جميع المباني في كل مبنى من الأبراج المتواجد فيها الحجاج يوجد عدد من الدعاء يقومون بهذه المهمة جميل علمنا أيضا أن هناك العديد من المسابقات الثقافية لتشجيع وتحفيز الحجاج حدثنا عنها نعم هذا طبعا خارج إطار اختصاص الوزارة وإنما يقوم به الإخوة المنظمون لحملات الحج الخاصة بالحجاج جميل يعطيك العافية الدعية فيصل عنزي على هذه المداخلة شكرا لك كما رأينا مشاهدين الكرام من هذه الطاولة تقدم العديد من الندوات والمحاضرات كانت في الأعوام الماضية تقدم بالقرب من الحجاج ولكن بسبب هذه الجائحة جائحة كورونا التي جعلت حج هذا العام حجا استثنائيا ومختلفا إلى هنا أقول لك زميل محمد صوت وصورة لك شكرا جزيلا عبدالله الشماخ كنت معنا من ميناء يعطيك العافية